عصري الليمون على الحبهات ده كنز وتراث لا يقدر بسمن اعمليها قبل العيد وشوف المعجزات تحقق حلمك صلوا على الرسول الله اللي اول مرة يشوفني انا مطبخ مامة سولة اسراء فتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دائما الاشعار بكل فيديو جديد فكرة جديدة والاول مرة حتشوفوها على السوشال ميديا والجد رهيبة وكنز وتراث لا يقدر بسمن ان شاء الله تعجبكم بإذن الله اول حاجة كده كل اللي احنا هنحتاجه في البداية هو الحبهان هبدأ اجيب الحبهان وقبته في المطحنة لايك بقى وكمانت حلو عايزاكم تشتركوا في قناتي واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم دائما اشعار بكل فيديو جديد انا بنات زلو هنا على القناة خصوصا ان كل وصفات جديدة وحصرية علشان تجربوها وتكتبو لي رأيكم بالصراحة حطيت بقى معلقتين او معلقة من جزور الكتان وبعد كده هجيب اربع ورقات بالضبط من ورق اللوري وهبدأ احطوهم بالشكل ده يبقى احنا استخدمنا الحبهان بزور الكتان وكمان ورق اللوري هبدأ اجيب القرنفل وهجيب كمية معقولة كده حوالي 15 عود من القرنفل وهضفهم للمكونات اللي فاتت هاخدهم بقى وهبدأ ان انا اطحنهم في المطحنة لمدة خمس دقايق بالضبط لحد ما يبقوا بودر بالشكل ده شكلهم وارحتهم رهيبة ان شاء الله لو جربتوها ريحتهم هتعجبكم جدا وهتعتمدوها بشكل رسمي فكرة دي مش للصبايا وبس فكرة دي للشباب ونركز قوي على الشباب لان كل الشباب حيدعولي بعد ما يجربوها للصبايا والعجوز والاطفال ده كنز لا يقدر بالثمن وبجده هيعجبكم جدا هنجيب علبة الزبادي وعارفين الميا اللي بتبقى فوق الزبادي دي اساسية هبدأ اخد الميا كده في اي بران او طاجن او اكتبولي اسمه ايه في البلد او في الدولة اللي بتشوفوني منها وحبدأ اخد معلقتين من الزبادي شايري الفيديو ده مع خاطبك مع جوزك مع اخوكي مع اهلك مع مامتك وبمناسبة الام عيد الام خلاص قرب ادعو الوالدتي بالرحمة والمخفرة ودي اجمل لديه ممكن ان انا قدمها لها وانتو كمان كل سنة وامهاتكم وامهات العالم كله اجمعين بخير كل سنة وكل ام طيبة بعد كده بنبدأ نخلط الزبادي كويس قوي مع الميا صلوا على الرسول الله لايك بقى وكومنت حلم اكتبولي بتشوفوني او بتابعوني من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بكم جميعا هبدأ اجيب زيت الزيتون وهنا هاخد او هستخدم معلقتين بالزبط من زيت الزيتون هبدأ بقى ان انا اخلط كويس قوي زيت الزيتون مع الزبادي وبجد الوصفة دي كنز لو جربتوها كمان قبل العيد انتو هتدعولي لانها هتعتمدوها بشكل رسمي بجدها هتحل اكبر مشكلة بتقابلنا كنز كده ومعجزة مش هتصدقوا اللي هيحصل لما تعملوها هبدأ ان انا اخلط كويس قوي زيت الزيتون مع الزبادي بالشكل ده اللي يوصل لحد هنا وحاسس او حس ان انتو بتستفادوا ما تنسوش تشاركوا الفيديو على قد ما تقدروا وتشتركوا في قناتي شكرا على التلتمائة الف مشترك وان شاء الله اوصل بيكم للمليون مشترك ان شاء الله يا رب بعد كده هبدأ اضيف الخل والخل اللي انا هستخدمه هنا لازم يكون خل مركز هستخدم معلقتين كبار من الخل هبدأ اخلط كويس قوي الخل مع زيت الزيتون مع الزبادي هنفدر نخلط كده بالشكل ده لحد ما كل المكونات تمتزج مع بعض كويس جدا بالشكل ده وكمان هتلاقوا اللي هنا بقى الزبادي خف شوية القوام بقى كريمي جدا فرحوني باسم البلد او الدولة اللي انتو بتتابعوني منها في الكومنتات دلوقتي اكتبوا لي اسمها واهلا وسهلا بكم جميعا بدأت ان انا اضيف كل المكونات اللي انا تحنطاها في المطحنة للزبادي والخليط اللي انا عملته في البرام بعد كده هضيف المكون السحري وعايزاكوا كلكو تكتبوا لي المكون ده اسمه ايه في البلد او في الدولة اللي بتشوفوني منها المكون ده عندي في مصر هنا اسمه الارفة ولكن ارفة بودر مطحونة في المطحنة فاكتبوا لي اسمه ايه في بلدكم او في الدولة اللي بتشوفوني منها واساسي اوي اضافة الارفة ده اساسية في الوصفة بتاعت النهاردة هاخلط كل المكونات مع بعض كويس اوي لحد ما تمتازج مع بعض بالشكل ده هفضل كده اخلط لمدة خمس دقايق بالزبط بعد كده حبدأ اجيب نصف لمونة وحبدأ ان انا عصر كده اللمون فوق كل المكونات طيب لو اللمون صغير يبقى استخدامي لموناية كبيرة انا علشان لموناية كبيرة فاستخدمت نصف واحدة فقط لا غير وده اساسي جدا اضافة عصير اللمون وهفضل اخلط كده لمدة 3 دقايق بالزبط هنعملها مرة واحدة كل اسبوع وبجد اللي هيحصل كنز مش هتصدقوه هفضل كده بس اخلط كويس اوي بالشكل ده بعد كده هبدأ اضيف اخر مكون معي النهاردة وهو زيت الارجان وده اساسي جدا في وصفة النهاردة طيب لو مش متاح استخدمي اي زيت تاني ولكن هو يفضل جدا جدا في وصفة النهاردة زيت الارجان لان اتكلمت عنه كتير قوي ووضحت لكم ان هو كنز زيت الارجان يا جماعة بجد كنز اغلى من الزهب حاجة كده طبيعية رهيبة تدي فوائد لا تعد ولا تحصى ودلوقتي هوضح لكم ايه ده بالزبط هخلط كويس اوي زيت الارجان مع كل المكونات او مع الوصفة اهم حاجة ان احنا نخلط الزيت كويس او مع الوصفة دي لايك بقى ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في قناتي شكرا للتلتمائة الف مشترك شكرا لكل الدول اللي بتدعمني لكل الاشخاص وكل المتابعين ولكل الناس الجميلة اللي في قناتي هنا على يوتيوب وان شاء الله بيكم اوصل للمليون مشترك رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين اللهم بلغنا رمضان وكل سنة كمان وكل ام طيبة وبخير وبسعادة كل سنة ومامتي في الجنة باذن الله الله يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنة ويرحم الأموات جميعا ان شاء الله بكلكم تدعو لها في الكومنتات ودي تكون هديتي لها السنة في عيد الأمة تعالوا بما قالوك ايه ده وهنستخدمه كم مرة ده هنعمله مرة كل اسبوع لمدة شهر ناتجته بتبان من اول مرة استخدام كنز والسحر كمان تقدروا تعملها مرة واحدة في الشهر تكون يغسل شعرك من بالليل الشباب يقدروا يستخدموا على شعر الدقن وشعر الراس تسيب شعرك لحد ما ينشف تماما لتاني يوم ما تضيفيش عليه اي حاجة هتبدأ بقى تعمل الخلطة ديت وتبدأ ان انت بالقناعة ده تدليكي فروة الراس عشر دقايق بالزبط شباب نفس النظام شعر الدقن وشعر الراس عشر دقايق تدليك وبعد كده بنفرد المسك ده كله على الشعر ونبدأ ان احنا نلبس بنيه على شعرنا سواء شباب او بنات وبنسيبوا الساعة بالزبط اعملوها مرة كل اسبوع او مرة كل شهر وبجد حتدعولي اخسلوا بقى شعركم وجربوها مرة واحدة في الاسبوع او اسبوعيا لمدة شهر قصما بالله حتدعولي بتطول الشعر جدا حتى لو بطبيعة شعر تمش بيتول تنبت الفراغات بتعالج الصلع يا شباب وامراض السعلبة مش بس كده اقول وادعا للشيب حتى لو انت كبير في السنة او الشيب مبكر لاني لها قدرة غير طبيعية فيه ان هي ترجع الشعر النون والاصلي فاجربيها كمان لو شعر بنتك خفيف او انت شعرك خفيف لاني بتلعم الشعر كمان جدا وبتكسفه وبتخلي ملمس الشعر زي الحرير وحرطيا مش هتصدق ان ده شعرك لانها هتخلي شعرك كمان ينمو بدون توقف جربوها ان شاء الله تعجبكم